شركة 2K بحبه سنوياً ينزعوا مسانة مع لعبة NBA فاشلي ولعبة WWE أفشل وحتى لما إجت السنة اللي قرر الستوديو المطور للأخيرة إنه ما يطورها لازالوا 2K مصرين إنه ينزلوا لعبة مصارعة مع WWE 2K Battlegrounds لحتى ينزعوا لك مساك بالحقيقة وبالأركيد كمان سلام عليكم WWE 2K Battlegrounds عبارة عن لعبة مصارعة حرة أركيدية ما بتمشي على نفس نهج ألعاب المصارعة السابقة من WWE 2K وبتحسها ميالي أكتر لأسلوب لعبي مثل الأول ستارز اللي نزلت بالألفين وإدعش واللي محدثكم بيعتبره أحد أمتع ألعاب المصارعة اللي لعبتها وبما أنه Battlegrounds بدت لي شبيهة فيها فاعتقدت أني مقبل على لعبي ممتعة وشبيهة بلعبة الأحلام بالنسبة إليه كشخص بحب المصارعة الأركيدية بس على ما يبدو إنه هالأحلام صارت كوابيس لأنه WWE 2K Battlegrounds لعبي زبالي ابتداءً مع طور القصة الخاص بتختيم اللعبة وتجميع الجوائز واللي قصته يتم روايته على صور كاميكس متنوعة هيك بتشوفها قبل كل نزال بعدها بتفوت عن نزال نفسه بتلعبه ضد الكمبيوتر وبعد ما تخلصه بترجع من جديد للكاميكس وهكذا لحد ما توصل لعند الرسلمينيا إفنت وتنهي اللعبة وهون بصراحة في تقلبات كتير ما بين حماس ومتعة وملل وغباء وكل شيء الطور هذا مليان ups and downs يعني وفيه كتير أشياء بس الشي الملحوظ من بيناتهم كلياتهم هو التمطيط اللي ما له داعي لأنه حتى لما ظغرت عقلي شوي وبلشت امشي بالقصة قال وقرى الحوارات وركز فيها لقيت إنه فعليا موجودي بس لحتى يقوله إنه موجودي فلا أحداث ولا شخصيات ولا أي شيء بيخليك تتحمس معه وتكمله وفوقه مليان نزالات ما لداعي وملل مش طبيعي بحوالي 70% من الطور هذا نعم لأنه فيه جزئيات حلوة واللي هي تجربتك الأولى مع كل حلبة جديدة أو طور جديد أو لما بتفتح جوائز متنوعة لما فكرت فيها شوي بلشت اسأل نفسي ليش طور القصة ممل ولقيت إنه هذا السؤال أصلا ما لازم ينطرح بلعبة مثل هاي اللي طور قصتها عبارة عن نزالات متنوعة وهون اكتشفت شغلي لاحظت تقريبا بعد ساعتين إلي مع لعبتنا واللي هي الجيم بلاي الجيم بلاي يا جماعة سيء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ابتداء بمحدوديته اللي فعليا ما عندك إلا كم حركة بتقدر تنفزها انتقالا إلى سطحيته الشديدي اللي حرفيا ما عندك أي عمق بالجيم بلاي لحتى تستكشف خبايا وتحترفه كل نزال كنت ألعب ضد الكمبيوتر كنت لقي حالة عم بعمل التالي اضغط زر المربع ثلاث مرات ورا بعضهم لحتى يضرب ضربي قوي ثم بشيله من الأرض وبرميه على الحبال وبضغط اكس مشان يمسكه ويعمل حركة خاصة ثم بنزل براد الحلبي بجيب شي شغلي هيك أضربه فيه وبستمر على هذا اللوب لحد ما ينشحن عداد الألتمت ونفز الحركة القاضية وطبعا الألتمت هذا مانع حركة نهائية يعني بتنهيلك الماتش لأ بتدمجه عادة وبدك ترجع تضرب مرة تاني وتشيل وتزد وتمسك وتنزل بنفس السطحية اللي حكيت لكم ياها أنا ما بعرف ليش لعبة أركيدية مثل هاي فيه كل هالمحدودية والبطء باللعب طب شو خليتوا للواقعية لك؟ يعني أنا لما بسمع أنه فيه لعبة WWE أركيدية مباشرة بيجي ببالي أن لعبي فيه ضربات مجنونة وطيران وخمسمائة ألف مليون حركة فينك تنفزها وقدرات بتخرب لك أم اللعبة من كتر ما هي متنوعة وكتيري بس الواقع عبارة عن محدودية كبيرة باللعب بتخلي حتى المصارعة العادية أمتع منها لأنه حتى مع وجود الباور أبس اللي المفروض أنه هو تعريف الأركيد بلعبتنا ما كان فيه إله فائدي باستخدامه أو ما كان جيم تشينجر مثل ما بيقوله كنت لاقي نفسي دائما ما عم باستخدمهم إلا إذا بدي صور لشي لا أطف رجيكم ياها بالفيديو ما عدا زالك كنت دائما أسأل نفسي هلأ أنا ليش لازم استخدم الباور أبس؟ أو صح نسيت أقولكم فيه باور أب واحد بيخليك تهيل هذا بس الوحيد اللي فيه إله فائدة وفائدته إنه يحسس خصمك إنه ما عمل أي شيء ساعات قاعد عم يضرب فيك مشان تضغط زر واحد وتهيل ويرجع يعيد كله من أول وجديد وبعدين فيه سيناريوهات غبية كتير كانت تصير لبين نزالات ضد الكمبيوتر بتخليك تشوف قديش تصميم اللعبة هاي فاشل والزكاة الاصطناعي تبعها أفشل أكتر من مرة كنت إنحط بهذا الموقف إذا قربت من الخصم بيضربني بهذا البوكس اللي بينشحن واللي حرفيا ما بعرف كيف بدي أخرص منه فلا هو اللي بينصد ولا هو اللي بينهرب منه لأنه بمجرد ما صير بالرينج جي جيم علي ولو ظليت بعيد عن الخصم بتلاقيه بلش رقص لك ديك الرأس المستفزي اللي بتشحن له عداد الألتميت وإن قربت منه بلشت أضرب بتلاقيه بيصده وبيعمل كاونترات طب شو بدي أعمل أنا هون؟ هدا غير إنه نزالات التريبل والفيتل والرويل رمبل الزكاة الاصطناعي كان دائما ضدي بالرويل رمبل مثلا أكتر من مرة لاحظت أني مستهدف وأنا الوحيد اللي عم باكه الضرب بالفيتل لما بسبت شي مصارع دائما بيجي مصارع تاني من الزكاة الاصطناعي وبيكسر التسبيت لكن لما واحد من الزكاة الاصطناعي بيسبت واحد تاني من إخواته بالزكاة الاصطناعي ما بيشرولوا إياها الله يخربيتهم لكلاب ما بيعطوا ع بعضه عرفتشلون أوه عاد أنا لسه ما حكيت لكم عن الأونلاين الأونلاين يا جماعة أقل ما يقال عنه مصخرة هلأ نظام الأونلاين إنك بتدخل مثل البطولي البطولي هاي في إلى راوندات لازم بتخلصهم كل ما بتخلص راوندات بيعطوك جوائز لحد ما تاخد الجائزة الأكبر فكرته كتير حلوة بصراحة بس تعالوا نشوف كيف تم تطبيقها بالجيم بلاي أولا شخصيات محدودة ممكن البعض يقول هيا عبدالله لا تكذب ترى اللعبة مليانة شخصيات نعم صحيح مليانة شخصيات بس ما في منهم أي فائدة لو كانت قوتهم أقل من الليجندري يعني خلينا نفترض إنك أنت أفضل لاعب بهاي اللعبة واخترت شخصيه رير أو حتى إبيك اللي هي أقل من الليجندري بدرجة واللي ضدك أول مرة بيلعب اللعبة واختار شخصيه ليجندري هون بقولك معلم بتعرف وين تودى احترافك لأنه الليجندري رح يهزمك مهما كان مستوى وكم عدد المصارعين الليجندري؟ عشرة نعم عشر مصارعين بس اللي رح تقدر تلعب فيهم أوندلاين لأنه فعليا ما حدي عم يختار غيرهم وإذا أنت فكرت تختار شي غيرهم فرح تخسر الماتش من قبل ما يبدأ أصلا تانيا اللعب غبة ومتخلف يا جماعة أنا مانع مصدق كيف في شركة عائلة بتصمم جيم بلاي مثل هذا لما بتلعب ضد الكمبيوتر بيكون الموضوع مقبول شوي صحيح ما في توازن ضد الكمبيوتر بس أحيانا بيكون غبة وما عم يعرف يصد ضرباتك وفيناك تنفذ عليه حركات كتير بس بالأوندلاين لا يا حبيبي بتلاقيه طول الوقت ماسكلك زر الصد ومعلق عليه بمعنى أنه اللعب المحدود هذا رح يصير محدود أكتر مع إن عدام الضرب المباشر ويصير اللعب أوندلاين مقتصر فقط على التمسيك أول ما بيمسكك الخصم بيطلع زر Quick Time Events إذا الحق تضغطه بنفس اللحظة بتعمل كاونتر للضرب يتبعه لو أنت مسكته برضو بيطلع عنده نفس الشيء ولك أن تتخيل عزيز المتابع كمية الغباء باللعب هذا أنا وخصمي اتناتنا ماسكين زر الصد وخايفين من بعضنا واتناتنا عم نستنى واحد فينا يمسك التاني مشان نعمل عليه كاونتر ونضربه ومنضل على هالحالي لحد ما يتعبى عداد الألتمت عند واحد فينا وننفذ الألتمت حرفيا هذا هو اللعب بها السطحي والسذاجي والغباء ثالثا الإيموتات والله يخرب بيت الإيموتات باللعب هاي إذا ضغطت سهم لتحت المصارع بيعمل إيموت لو قدرت تكمل الإيموت كامل بدون ما يضربك الخصم بيزود لك عداد الألتمت هلأ هالشيء صعب يصير فعليا لأن الإيموت بيطول لحتى ينتهي وأثناء تنفيذك للإيموت غالبا الخصم بيقدر يقوم ويضربك ويفسد لك ياه وهون بيجينا Triple H اللي الإيموت تبعه هو الأقصر بين كل المصارعين الآخرين لدرجة أنه بيقدر يعمل الإيموت نفسه مرتين وراء بعض بيمدي أقصر من فترة الإيموت الطبيعية عند بقية المصارعين هالشيء بيعطيه سرعة خارقة بتعبية عداد الألتمت بتخليه حرفيا لا يقهر بالأوندلاين يا جماعة وبدون مبالغة أنا احترفت اللعبة فقط لمجرد أني كل ماتش أوندلاين بلعب بـ Triple H بدخل على الماتش بوقع خصمي على الأرض بعمل الإيموت القليل أدب هذا مرتين وراء بعض برجع بشيله وبوقعه مرتين وبعمل الإيموت مرتين وبوم صار عند الألتمت ستبدش ضربته بالألتمت على الأرض اللي ما في أي طريقة يقدر يصده فيه أصلا لأنه نعم الألتمت ما بينصد وبرجع بعيد الكرة مرة تاني وابن أمك يا خصمي تقدر تعمل شيء ضدي أنا ما بعرف إلعب مصارعة أركيدية ولا بعرف إلعب مصارعة أصلا وكل نزالات الأوندلاين اللي لعبتها فوزت فيا ما لأني محترف بل لأنه اللعبي غبي هاي أغبة لعبي لعبتها بحياتي يا جماعة من أصل سبعين مصارع ما في إلا عشرة بينلعب فيهم ومن أصل عشرة ما في إلا واحد بتقدر تفوز فيه أوندلاين لأنه مكسور أصلا شو هالسذاجي والتخلف هذا يا رجل أنا ما نمسدق أنه اللعبي هاي مرت باختبار وبلاي تيست قبل ما تنزل ولا في بشر مثل نطوروا هاللعبي هاي بدون ما يلاحظوا كل هالكوارس اللي موجودة فيها ولا في بني آدمين قدروا يقيموا اللعبي تقييم أعلى من أربعة من عشرة لأنه في أشياء كتير لما بتشوفها بشكل هيكي سطحي من بعيد بتحسها حلوي يعني مثلا تصميم الحلبات كل حلبي فيها اختلاف بشغلي عن اللي قبلها مثل الحلبي هاي فيها تمساح أو الحلبي اللي فيها عنزي فينك تتحكم فيها وبرضه في عندك حلبي رهيبي فيها متفجرات وكمان فيها سيارة فينك تزدت خصمك عليها وتوقعوا فوقها وغيرهم من الحلبات المتنوعة بشكل طيب أمانة وكل حلبي منهم بتعطيك إمكانية إنك تتفاعل معها بشكل ممكن يفيدك بنسبة كبيرة وهذا الشي كتير حلو ممكن بسهولة يخدعك إنه واو بجنن بس شو فائدته لو كان الجيم تلي خربان وما كان في أي تنوع بالأطوار لأ جد يا جماعة ما في إلا ثلاث أطوار باللعب هاي الطور العادي والستيل كيج والرويل رامبر والتنوع كله بعدد اللاعبين وتواجد الفرق يعني مثلا الماتش العادي فينك تلعب one on one أو triple threat أو fatal four way أو القانتلت هادا اللي هو بتهزم واحد وبيجيك الخصم اللي بعده لحتى تنتهي الماتش الستيل كيج برضو فيه عدد لاعبين مختلف ونفس الشي الرويل رامبل طيب وين الهيلان السيل؟ وين الامبولنس ماتشز اللي تعتبر قمة الأركادي؟ وين طور السلالم أو المني ان ذا بانك؟ طيب وين الطاولات اللي بنكسرها على بعض سواء بطور مستقل أو حتى حطوه كعنصر جاني بتحت الحلبي ليش كل هالشغلات مش موجودة بلعبي المفروض انه أركادي هلأ بالنسبة للستيل كيج فهو بجدارة أمتع طور موجود بهاي اللعبة نظامه انه كل مصارع لابد انه يتعلق على الشبك وياخد كيس مصاري ولازم يجمع اللمت من ناحية الفلوس لحتى يقدر يهرب من الأفص ويفوز الماتش لانه هو الطريق الوحيدي للفوز فكرت رهيبي بصراحة ومع الوقت كنت استمتع فيه أكتر بل حتى بلشت اتحدى نفسي انه فوز بدون ما خلي المنافس ياخد أي كيس مصاري أما بالنسبة للرويل رمبل فما بعرف شو بدي أحكي بصراحة فيناك تلعب ضد 15 أو 20 أو 25 أو 30 تقريبا لكن ما بيتواجد أكتر من أربع مصارعين بالحلبي بنفس اللحظة فرح تلاحظ انه الوقت اللي بياخده جدا طويل لو بدك تفوز فيه وبصراحة أسلوب تخريج المنافسين خلاني مع الوقت مل كتير منه الرغم اني ما بخفي لكن اني استمتعت فيه أول مرة لعبته لأنه اللعبة ممتعة كتير بأول مرة بتلعبها لما لعبت أول ماتش لما تعلمت الأساسيات لما لعبت أول مرة بأول طور لما جربت أعمل كومبو لأول مرة لما لعبت أول ماتش أونلاين لكن مش هيك بنحكم على اللعبة اللعبة ما بنحكم عليها من أول تجربة لأنه مع مرور الوقت باللعبة هاي بتبلش تشوف التكرار بشكل مزعج وبلشت السلبيات الفاضحة تطلع وبشكل واضح سطحية باللعب ومحدودية بالحركة وانعدام بالتوازن وفشل على كل أصعدة الجيم بلاي بلعبي المفروض انه الجيم بلاي يكون هو مربط الفرس فيه وهو اللي بيشيله وكلما لعبت أكتر كلما صارت أسوأ وكلما حطيت فيه ساعات أكتر كلما لاحظت إنه صارت أزبل أنا حطيت فيه أكتر من عشرين ساعة ولحد يومك أنا مستغرب كيف قدرت اتحمل أكتر من ساعتين بهالمسخرة لأنه بشكل عام اللعبي هاي مخادعة فعلا ببدايتها بتحس إنه حلوي ومجنوني وفيه power ups وما بعرف شو لكن سرعانا ما تكتشف إنه unplayable ما بتنلعب يا جماعة من فشلة وسوءة والجرائم اللي ارتكبوها المطورين فيها والكسل الشديد بتطوير اللعبة اعتمادا على إنه راح تبيع فانز الدبلي دبلي إي أصلا راح يشتروه إنه ما ترغدت يعني فليش لحتى نعطينا اللعبة حلوة تقييم النهائي للزبالي اللي اسمه دبلي دبلي إي تو كي باتل جراونز اتنين من عشرة وهذا أنا لسه ما حكيت قديش السيرفرات فاضي وقديش اللعبة ملياني مشاكل تقنية وLoading Screens وكراشات بالجملة وهذا غير حقيقة إنك لما بتشغيله أول مرة ما بتشتغل لازم بتشغيله مرة تاني رجعونا على جيل البلاي ستيشن 2 يارب تشتغل يارب تشتغل خلينا ساكت أحسن